إذن اندفاع موفقة سيداتي أنيساتي سادة تيام تشاهدون وتتابعون ميدان ملك عبدالعزيز هنا في الجنادرية في العاصمة الرياض في تاسع أشواطي هذا المساء الخير المبتدية عمر الثلاث سنوات والتي تبحث عن تسجيل أولى انتصاراتي على مسافة الألف وثمانمائة متر مسافة الناين فولو كيمة الجائزة خمسون الفريال تبحث عنها هذه الأسماء اندفاع جماعية في هذا الشواط يتقدمهم هنا يتقدمهم الورد القادم من أمريكا مع فادي الفريدي في من المطاردة من الجزيل أيضا وكذلك هنا يظهر في المرتبة الثالثة واروف كوروجاي كذلك يا الله عسى خير في المرتبة الرابعة ومن المسار الخارجي هنا الكتتر فلاق ومن المسار الداخلي ابن هضمان وسامحة الخاطر اندفاع جماعية تقدمه الجزيل في أولى مشاركاته في هذا الموسم مع ريان طويرش الذي يقسم الخطوة انقضت نصف المسافة في هذا الشوط هنا النظرة الأمامية لهذه الأسماء يتقدمهم الجزيل ابن هضمان يبحث عن مسار الورد في ثاني المراتب وكذلك تتر فلاق قادم هنا مع فكتور جوتيرز من المسار الخارجي الجزيل وكذلك تتر فلاق في المنعطف الأول في هذا الشوط نظرة بنظرة رمية برمية تتر فلاق في الظهور الثاني لهذا الموسم وأيضا الجزيل في الظهور الأول قبيلا من عطف الأخير تحسين المواقع تغيير المواقع من قبل خيالة والبدء بالاستحثاث من قبل ريان طويرش ولكن فكتور جوتيرز نظرة إلى الوراء مع تادر فلاق الأزرق قادم وسع الفارق الآن بفارق طولين عن أقرب منافسي القدوم من قبل مبهم ولكن تادر فلاق لعبة الأطوال قادمة الأزرق قادم وسع الفارق ستة طوال خمسة طوال يا مرحبا باللي طول مجي بشعار سمو الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وعودة المدرب ثامر الضحاني بهذه الأطوال والقيادة الأكثر من راعة من قبل فكتور جوتيرز بالفعل حضور أكثر من راعة شدنا تنافس في المرتبة الثانية من قبل سمحة الخاطر وكذلك خرباش ولكن بحضور تادر فلاق ما شاء الله تبارك الرحمن تادر فلاق بطاقة الفائز معنا في هذا الشوط بسعار سمو الشيخ عبدالله حمود المالك